انت عرفت منين ان انت محتاج فيتامين عشان تقدر تتعالج هياخدنا خطوات لقرأة انا فيه معلومة مهمة جدا بس عايز اقولها عشان حلقة النهاردة الناس اللي قاعدة بتسمعنا تبقى عارفة كواسية بتفكر ازاي مريض الكلا، مريض الكبد، المرضى اللي عندهم سيولة في الدم لازم طبيب ما فيش اي فرصة انه يسمعني ولا يسمع غيري ولا يسمع ترشحات كنا لسه بنقول قبل الهوى انه ممكن تلاقي على المنصات ناس كتير قوي بتبزي المجهود عنيف عشان توصل لك معلومة وانت بتجري على الصيدلية تاخد الدواء مريض الكلا، مريض الكبد تاني، ايا كانت المشكلة ان شاء الله تكون كلا بتكون حصوات ان شاء الله يكون الكبد علي شوية دهون على الكبد مريض عنده سيولة لدم في اي سوا من الاسباب ياخد ريفه او اسبرين كتير مدة طويلة ده لازم طبيب، ما قد ده ماكش اي فرصة انك تسمع اي برنامج او اي تلفزيون او 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 طيب نروح بقى على نقطة تسمم الفيتامينات احنا قلنا الفيتامينات اللي بتدوب في المية واحنا ذكرناها بقى اشهرهم فيتامين بي 12 وفيتامين سيل اللي احنا مرنا في الكورونا وتروح وتجري ومن رحمة ربنا ان هو بينزل في البول بس زي ما قلت لك ده ما بيعفيش ان انت ممكن يحصل لك مشكلة على المدى البعيد لان كل الفيتامينات لازم تعدى على الكلف بول مية لازم تعدى على الكلف فلو خدتها زيادة عن اللزوم لازم هتعمل لك مشكلة ولو جسمك اسعافك مرة مش اسعافك التانية ولا التالتة ولو عدها دلوقتي الاقاب مستنيك بعدين لما جسمك يكبر ويبدأ الاعضاء يحصل فيها مشاكل فتبدأ الحاجات دي تظهر حل؟ الفيتامينات بقى اللي بتدوب في الدهون بقى اللي هي الواضحة والصريحة والقوية اللي بنجري عليها فيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين كي الاربعة الكبار التقال اللي منهم فيتامين دي اللي هو الموضة دلوقتي اللي احنا بنسمعه مش موضة طبعا هو طبعا بيسبب مشاكل كتيرة جدا انت ويتنامشي كويس اجري هات فيتامين دي انت ما بتاكليش كويس وما بتخسيش اجري هاتي فيتامين دي انت عندك قرق اجري هاتي فيتامين دي مناع خد دي دي حلوة اوي تمام ده مظبوط وفيتامين دي فعلا هو مش متهم بس في عملية ان هو بقى مشاكل العظم او مشاكل ترسيب الكالسيوم جوه ويخلي لك العظم كويس لا أنت ممكن يعمل لك تغيير في المود يعني ممكن فيتامين دال ده مزاجك يبوز أصلاً بسبب نقص فيتامين دال حلو فلما بتجري على الصيدلية طبعا أنت هتروح تقوله يعني عايز فيتامين دال أول ردة هيقوله لك أنت عايز خمس تلاف ولا عشر تلاف ولا عشر تلاف ولا عشرين ألف ولا خمسين ألف ولا متين ألف وحدة بناء على إيه سياتك هات يا دكتور اللي عندك لا ما فيش حاجة اسمها هات اللي عندك بقى يبقى أنت كده بتضيع وقت طيب فيتامينات اللي بتدوب في الدهون لما احنا كنا بندرسها زمان بندرس معلومته مهمين جداً مصدر الغذاء بتاحهم والمشاكل اللي بتسببهم لما جينا نشرح المشاكل اللي بتسببهم شقياً لو النقص هيعمل لي إيه ولو الزيادة هتعمل لي إيه فنركز في النقطة دي عشان النقطة دي هي أساس عنوان الحلقة يبقى النقص بيعمل لي مشاكل والزيادة بتعمل لي مشاكل